كلنا طبعا إن شاء الله الفريقın كتش M.P. نستعدي لموسم جديد إن شاء الله نستعدي بشكل قوي وإن شاء الله بإذن الله نطمح وجمهير النادي الأهلي بيقول ول AAA السنة جايعا إن شاء الله نحصل على السلسية خدنا الدوري والكاس وبطولة أفريقيا إن شاء الله نبدأ موسم قوي بإذن الله وإن شاء الله عندنا قبل ما نبدأ الموسم أو بعد مباراة المقصة كل الناس منتظروا مباراة السوبر السوبر الأفريق النادي الأهلي إن شاء الله يأخذها ووراها كمان السوبر المحل النهاردة إن شاء الله يعني النادي الأهلي بدأ استعداداته قريدي لمواجهة في اعتقاد المواجهة مش هتكون سهلة أمام مصر المقصة طبعا حالة من الحماس والجدية المسيطرة على اللعيبة وزي ما احنا شايفين الكابتن كمان محمود الخطيب يعني بيحضر تدريبة النادي الأهلي النهاردة ده بيضل كمان أن خلاص احنا أفلنا صفحة يا جماعة الاحتفالات التدريبات زي ما احنا شايفين تدريبات جدية جدا كل اللعيبة على مستوى الحمد لله كمان بعد عودة الإصابات من كورونا وكان ما انتلقتها جميلة جدا نهاردة كمان واق الجمعة الصخرة صخرة الدفاع المصري على المستوى النادي الأهلي ومنتخب مصر آيقونات النادي الأهلي كابتن واق الجمعة كمان بيزور اللعيبة ويزور الكابتن محمود الخطيب في ملعب التيتش بيهنيهم طبعا على السلسية التاريخية التاريخية وكابتن محمود الخطيب كان زي ما انتوا شايفين استقبل واق الجمعة واق الجمعة كان بيتفرج على التدريب وممكن كمان قبل التدريب كان بيسلمها اللعيبة بيبرك لهم على السلسية التاريخية اللي حقيقوها الموسم دوت وكمان خلاص موسماني زي ما انتوا شايفين عمل محضرة محضرة كانت مهمة جدا قال اللعيبة فيها طبعا ده قبل التمرين ما يبدأ قال لهم الحقيقة يعني احنا عملتوا مبروك عليكم وفرحنا كتير جدا ومبروك السلسية لكن من فضلكم اقفلوا الصفحة خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لنا بنبدأ صفحة جديدة بنبدأ تحدي جديد على مستوى الدور ان شاء الله يوم الحد اللي جاي وبإذن الله يعني وكابتن الخطيب ده بيأكد كمان الكلام اللي قاله كابتن الخطيب يمكن فاكرين بعد البطولة الافريقية وكابتن الخطيب بيقوله خلاص اقفلوا الصفحة عندكم كاس مصر وبعد كمان كاس مصر قال اقفلوا يا جماعة الصفحة خلاص احنا نادي وجماهير النادي الاهلي منتظر منكم الكتير بداية ان شاء الله من يوم الحد مرورا بقى بكاس السوبر الافريقي مرورا بيه السوبر المحلي ان شاء الله ان شاء الله يكون يسهام موسم ان شاء الله اروع كمان من الموسم اللي فات بإذن الله اروع كمان من الموسم اللي فات بإذن الله